اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وخط متر أنفاق واحد في حين عرقلت الثلوج حركة السكك الحديد في المدينة موجة السقيع التي تضرب أوروبا تسببت بوفاة أربعة أشخاص اثنان منهم بولنديان بعدما وصلت إلى مدونة 26 درجة تحت الصفر وهو ما أدى إلى تعطل حركة الطيران في البلاد أما في فرنسا ففتحت السلطات الفرنسية مراكز إيواء طارئة للمشردين وسط توقعات بانخفاض الحرارة إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر أما خدمة الأرصاد الجوية لبريطانية فقد أصدرت تحذيرا باللون الأصفر ليوم الأثنين وتحذيرات برتقالية اللون ليومي الثلاثاء والأربعاء وسط توقعات بتساقط مزيد من الثلوج على شرق بريطانيا هذا ولم تسلم روسيا من موجة السقيع حيث حذرت خدمتها للأرصاد الجوية من درجات حرارة متدنية على نحو غير طبيعي حيث ستتراوح بين 14 درجة مئوية تحت الصفر نهارا و24 درجة تحت الصفر ليلا وفي مقابل السقيع في أوروبا فيضنات في الولايات المتحدة الأمريكية فقد قتل خمسة أشخاص على الأقل بعد اجتياح عواصف شديدة وسط الولايات المتحدة تسببت بفيضنات في ولايات أوهايو وميشيغان وكانتاكي وغيرها الفيضنات تسببت بدمار كبير في الولايات التي ضربتها وبمقتل شخص بعدما وجدت جثته عائمة على المياه في جنوب غربي ميشيغان أما في ولاية كانتاكي فقد ثلاثة أشخاص في حوادث متفرقة من جراء الفيضنات في حين لا تزال عمليات البحث والأنقاض مستمرة ترجمة نانسي قنقر